الفنانة عارفة عبد الرسول تطالب بتغيير أحكام الميراث ودار الإفتاء يتهمها بالطعن في حكمة التشريع الإسلامي طالبت الممثلة والقاصة المصرية عارفة عبد الرسول بتغيير أحكام الميراث في مصر والاقتداء بما هي عليه في تونس لجهة مساواة حق الرجل بالمرأة فكتبت عبر صفحتها في فيسبوك أعرف ناس كتير مدينة باعتدال وفاهمين الشرع كويس جدا وأول ما يبقى عنده بنت يكتب لها هو عايش جزء من الميراث ثم تابعت مبررة الأمر بأن ذلك يعود لكونه يعلم تماما أنها لن ترث كما الذكور وأضافت أو لو خلف بنات بس بيكتب كل حاجة باسمهم عشان ما تدخلش العيلة تزاحمه مع الميراث ولو ما خلفش بيكتب باسم ميراثو وختمت بالتأكيد على ضرورة اتخاذ منحة آخر في تقسيم الميراث فقالت متسائلة مشآن الأوان نبقى زي تونس ونبعد الدين عن الدولة وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين يأتي تصريح عبد الرسول في سياق المشاكل التي قد يحدثها تقسيم الميراث وعقب أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته الصغرى التي رفعت دعوة قضائية ضده بسبب خلافات بينهما على خلفية تفاصيل متعلقة بالإرث لكن هذه المطالبة استفزت دار الإفتاء الذي رد عليها بالتأكيد على أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة مميزا بين المساواة والتساوي مبررا الأمر باختلاف الصفات والوظائف التكلفية بين الجنسين وفي هذا السياق أكد على أن الدعوة إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة هي طعن في حكمة التشريع وإنكار لهوية الإسلام وتعد على النظام الاجتماعي العام